اشتركوا في القناة للبقاء ضمن حظيرة الكبار اتحاد العاصمة البطل يريد مواصلة المشوار على ايقاع الانتصارات فالفوز بالدرب العاصم الذي سيجمع ابناء سسترى باتحاد الحراش سيكون اوضل طريقة للتصالح مع الانصار والاحتفال معا بلقب البطولة الا ان المأمورية لن تكون سهلة امام ابناء الحراش الذين سيواصلون البحث عن نقطة واحدة لضمان البقاء رسميا نادي شبيبة الصورة صاحب المركز الثاني يستقبل شباب بلوزداد صاحب الاربعين نقطة في مباراة ستكون فرصة ابناء الصورة للمواصلة في وصفة الترتيب وضمان مشاركة في ربطة ابطال افريقيا الموسم المقبل ذات الطموح سيلازم شبيبة القبائل في خرجته الى الغرب الجزائري لمواجهة المتذيل جمعية وهران للعودة بسادس انتصار على التوالي مولودية بيجاية ودفاعة جنات سيدخلان المواجهة التي ستجمعهم بنية الفوز وترقب اي تعثر لاصحاب الوصفة شبيبة الصورة وشبيبة القبائل لاستعادة امل اللحاق بالمقدمة اما وفاق سطيف صاحب المركز السابع سيواجه امل الاربعاء الذي ودع الرابط الاولى منذ عدة جوالات من جهته نصر حسيندا يريد تسجيل عودة موفقة في البطولة بعد خسارته لنهاء كأس الجمهورية عندما يستقبل مولودية وهران شاركه في المركز الثامن اما مولودية الجزائر فيسعى لاستغلال عاملي الارض والجمهور للاطاحة بالضيف شباب قسنطينا لتفادي الدخول في الحسابات كل الانظار في هذه الجولة ستشد نحو ملعب براكني بالبوليدا الذي سيحتضن مواجهة بست نقاط بين اتحاد البوليدا وسرع غليزان حيث الخطأ ممنوع مما يعيد بمواجهة غاية في الاثارة